لكن خليني الأول أتكلم عن القرعة وقرعة النادي الأهلي فيه ناس بتقولك القرعة صعبة أو المجموعة الأولى خليني أقول لحضراتكم المجموعة الأولى الأول المريخ السوداني والهلال السوداني ثم سانداونز الجنوب إفريقي والنادي الأهلي أما المجموعة الثانية فكانت الرجاء المغربي وحرية كونكري الغيني ووفاق سطيف الجزائري وأمازولو الجنوب إفريقي أما المجموعة الثالثة فكانت جالكسي من بوتسوانا وشباب بولوزداد من الجزائر والنجم السحلي والترجي التونسي في هذه المجموعة ثم المجموعة الرابعة الزمالك المصري وساجرادا سبرينسا الأنجولي وبترو أتليتكو الأنجولي والوداد المغربي دي المجموعة أو القرعة طلعت المجموعة بهذا الشكل هل المجموعات صعبة؟ هل مجموعة النادي الأهلي صعبة؟ طبعا مجموعة النادي الأهلي أنت معاك في الثلاث فرق اللي معاك في المجموعة ثلاث فرق من الثلاث فرق العمالك الكبار جدا فيه العالم في أفريقيا فيه العالم الإفريقي يعني فبالتالي لما تيجي تتكلم عن المريخ السوداني لما تتكلم عن الهلال السوداني لما تيجي تتكلم عن سانداونز اللي بالمناسبة كل ما تحطوا إيدك في جيبك تلاقي سانداونز طالع معاك يعني سانداونز بقاله أربع سنين دائما دائما ما نتواجه من أربع سنين تقريبا أو خمس سنين هقول لحضراتكم دلوقتي بقالنا فترة طويلة جدا بنتواجه في دور التمانية فتحس أن انت ايه صحاب ماشيين مع بعض تلت سنين بقالنا تلت سنين دايما مع بعض طيب وبالمناسبة تلت سنين خدنا منهم بطلطين فسانداونز فريق كبير جدا خد بطول الدوري أبطال إفريقيا قبل كده نادي الهلال السوداني واحد من أهم وأعرق وأكبر الفرق في السودان وفي أفريقيا أيضا النادي المريخ السوداني نفس الكلام واحد من أهم وأكبر الفرق في السودان وفي أفريقيا وبالتالي هي مجموعة صعبة جدا ومجموعة صعبة بكل المقاييس ولكن عندما تتحدث عن النادي الأهلي النادي الأهلي واحد أو الفريق الأول إفريقيا على الستاشر فريق دولي يعني دايما لما بتيجي تشوف حتى في تقدمهم للقرعة بتلاقي النادي الأهلي الأول وبعد كده بقية الأندية ليه؟ هل الكاف أهلوية مثلا بيحبوا النادي الأهلي زيادة عن اللزوم الكاف دول ناس يعني مش عايزين لا ولكن الكاف عارفين أن النادي الأهلي مش الكاف الأرقام بتقول أن النادي الأهلي هو الأول إفريقيا في كل شيء النادي الأهلي هو الأفضل إفريقيا في كل شيء وبالتالي يجب عندما يتم تقديم الفرق الستاشر المتأهلة لدور المجموعات يجب أن يكون النادي الأهلي هو رقم واحد ده طبيعي جدا يعني برضو عشان أنا شفت بعض الملاحظات الخاصة بهذا الأمر شو معنى النادي الأهلي رقم واحد؟ شو معنى النادي الأهلي رقم واحد؟ يعني ده كلام غريب جدا النادي الأهلي لقم واحد لأنه هو النادي صاحب البطولات الأعلى في أفريقيا هو مين أكتر فريق واخد دولة أبطال أفريقيا؟ أسمع سمعوني حد يسمعني بعد ما يشجع الأهلي طبعاً ما تسمعوني يقولوا لي مين أكتر فريق واخد وأنتوا عايزين تعملوا موضوع من لا موضوع وخلاص زي موضوع بيتسو موسيماني وحقول لكم ليه دلوقتي وحكلم عنه لكن هو أنت حضرتك عايز تعمل موضوع من لا موضوع ما فيش موضوع أساساً ليه الأهلي الأول يقولك بص منتهى التحيز منتهى المشعرف إيش معنى الأهلي الأول الأهلي الأول لأنه الأفضل إفريقياً الأفضل عربياً الأفضل محلياً وبالتالي هو رقم واحد أكتر عدد بطولات واخدها نادي هو النادي الأهلي فأنا واخد عشر بطولات اللي بعد واخد خمسة على ما أتذكر يعني معرفش سعر الله حولي لو أاخد خمسة طيب يعني أنا واخد عشرة اللي بعد واخد خمسة يا جماعة بغض نظر عن اسمه ولكن اللي بعد ما زين بيعتقدوا الزمالك ولا فيه حد تاني فبالتالي لما أجي أتكلم عن النادي الأهلي لما أجي أتكلم عن النادي الأهلي فأنا أتكلم عن أفضل نادي في أفريقيا فلازم أقدمه كأفضل نادي في أفريقيا ده بالنسبة لموضوع لماذا يتم دائماً تقديم النادي الأهلي في كل حاجة الأول لما تيجي تقول الأهلي حيلعب سانداونز لما تيجي تقول الأهلي حيلعب المريخ لما تيجي تقول الأهلي حيلعب الهلال ما بتقولش الهيل jugáb إلا لما بتروح تلعب هناك لئي؟ till As subtle اللي أنه الأهلي هو الأفضل ليس كلامي ولا كلام الأهلهوي ده كلام الأرقام والحقائق زي ما حضراتكم عارفين بأربع مستويات بحتى تصنيف يتأهل returned أنت تأهل ٨ فرق 8 فرق هما اللي بيتأهلوا من 16 فريق الأول والتاني في كل مجموعة وإن شاء الله إن شاء الله النادي الأهلي يتأهل عن هذه المجموعة مع مين الأقرب يعني دائما بس الحياة الظروف أو الفرق اللي موجودة فرق صعبة ومهمة وكبيرة جدا ولكن في نفس الوقت عندما تتكلم عن النادي الأهلي يجب أن يعلم الجميع أن النادي الأهلي ما بيخافش ولكن النادي الأهلي لما يجي لعب الرجاء عمل كل ما يلزم علشان يكسب هذه المباراة وكسب ربنا كرب وكسب كان ممكن ما يحصلش النادي الأهلي عندما يلاقي سانداونز هيعمل كل حاجة كويسة علشان فريق الجهاز الفني مجلس الإدارة إدارة الكرة فبالتالي ما فيش أي مشكلة خالص أن يبقى عندنا بنلاعب أربع فرق أو تلت فرق غير النادي الأهلي من أفضل الفرق في إفريقيا اشتركوا في القناة